المهرجانات. مهرجانات مش الموسيقى يا جمع. مهرجانات الدراما. مهرجانات السينما. مهرجانات مزرح. الى خيالة. اهميتها ايه? اهميتها ان احنا بنشوف ثقافات جديدة. بنشوف افكار مختلفة. بنشوف تجارب اه مميزة. لان احنا في لجان للمشاهدة اللي هي بتكون لجان انتقاء. بتختار الافضل. دايما. ممكن يكون مش الافضل موجة نظرك. لكن ممكن يكون ملمس معانا في نقطة. الفن ازوى. طبعا. بس في الاخر في العموم هو الافضل. آآآ من 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 المهرجانات احنا بنشوف. بنشوف آآ السينما في آآ في آسيا عاملة ازاي في اوروبا في غيرها. وكمان في الدول العربية. آآ. عاملة ازاي. وبنتعلم. من خلال المهرجانات في تمويل الافلام. آآ. لانه كل مهرجان عنده يعني احنا مسلا مهرجان القاهرة بيبقى عنده حوالي تلتمية الف آآ آآ دولار تمويل. لما كان الجونة موجود كان الجونة كان وصل لحوالي امتين وتمانين الف دولار. آآ دول المهرجانين اللي بيقدموا تمويل للافلام. للصناعة. آآ آآ وبيفتح سيكت كمان مع منتجين وموزعين وجهة تمويل من الخارج. ده بيفرق. انه اولا انت يعني هي يعني هنعد نتكلم شوية على جهات التمويل دي بعدين. آآ. بس خلينا في الاساس. انه حضرتك النهاردة عندك فيلم. ناقص مسلا على آآ آآ منتج ومكسج الحاجات اللي بنسميها بوست برودكشن. آآ آآ ممكن تلاقي حد يوفر لك ده سواء في مصر أو في الخارج. آآ عايز تطوير للسيناريو من البداية خلص. هتلاقي حد يوفر لك ده آآ آآ جوة المهرجان. بتدخل في في لجنة وغيرها. مسلا في القرطاج اللي جاي بيبقى في آآ عندهم حاجة اسمها تكميل وعندهم حاجة اسمها شبكة. آآ آآ بتدخل سواء بداية من بداية من المشروع نفسه او بتدخل بعد ما خلص التصوير فبتدخل في مراحل ما بعد او عايز تكمل التصوير. فبتدخل تلاقي تمويل. تمويل مش كبير ممكن يوصل لعشر تلاف دولار عشرين الف دولار. بس في الآخر بيفرقوا مع الافلام اللي هي حجم تمويلها اصلا صغير. حجم تمويلها مش كبير. يعني في افلام حجم تمويلها لا يتعدى مية الف دولار. فالمهرجان مش حالة احتفالية. لا. يعني سيبنا مريد كاربت. يعني انت تقتصر على الحالة الاحتفالية ده اقتصار مزموم. ما للأسف لانه احنا بقينا فبص انت انت السوشيل ميديا بتديك اللي انت عاوزه. هم. انت عاوز فساتين. وعاوز ريت كاربت. وعاوز فلان هلابسة البتانة ولا مش لبساها. هتلاقي. هتلاقي. عاوز سينما. هتلاقي. ده المهرجون. انت انت بتبص بتبص على المهرجان من خلال السوشيل ميديا. ما بتبصش على المهرجون من خلال المحتوى المهرجان في يعني بس برضه فيه جزء من منه عيب على المهرجان quase تعتنا. يعني انا كنت بشوف مثلا إحنا بالمهرجان القاهرة معظم للعروض الأساسية في الأوبرا في دور الأوبرا المصرية شوف ناس وقف قدام دور الأوبرا هو بيقول هو مسمحنا أن ندخل المهرجان وهذا سؤال بقى ليه أنا فاكر كان في أحوال كان المهرجان بينزل أفلام بتاعته في دور العرض يعني كنا ننزل عماد الدين أحيانا ننزل سينيمات في الدقي أحيانا نلاقي الأفلام المشاركة في المهرجان لأنه أنت ما بقاش عندك سينيمات وسط البلد أنت بالأساس كان المهرجان زمان في التسينات على أيامنا بقى إحنا لما كنا في قوائل الجامعة وكده كانت نروح قاعدين في سينيمات وسط البلد بنتشقلب حرفيا من دور عرض لدي من كايرو لميامي لريفولي لمترو لديانا لغيرها أنت دولي كايرو مقفولة ريفولي مقفولة ميامي هتتقفل أنت ما فيش عندك دور عرضة في وسط البلد بس أنت عندك دلوقتي بداية من دورة الراحل لأساس سامير فريد في 2014 مهرجان القاهرة بدأ يتوسع وبدأ يخرج برة الأبنى فأنت عندك في الزمالك في سينما كريم في سينمات فيلم عادي هتلاقي في كذا حاجة ممكن تلاقي لكن الوسط البلد ما بقتش موجودة الإدارة الجديدة عايزة برضو تتوسع أكتر هي بقى مساحة ليها بس أنت بالأساس وفي حاجة مهمة أنت برغم كل السنين دي إحنا الدورة لأربعة وربعين من مهرجان القاهرة السينماية إحنا حتى الآن ما عندناش مبنى مستقل المهرجان زي أصر المهرجان في كان مثلا وغير وغير أنت بيكون مبنى المهرجان بشاشات العرض بتاعته بحاجاته وآه بيوزع في الشاشات تانية يعني عندنا كان ساعد هندوي المخرج الجميل كان بيكلمني أنه كان عشان يرايح دماغه في عروض كين وبيبعد عن الزحمة كان بيروح دار عرض على بعض نصف ساعة من كين قاعد هناك على طول بيبدأ اليوم ويكمل في دار العرض دي لحد آخر اليوم هناك خلاص ما ريح دماغه بعيد عن زحمة أصر المهرجان والسينيمات بتاعت كان نفسها فأنت ده بيفرق مع الناس بس أنت محتاج دعاية محتاج دعاية من الدولة كلها ومحتاج تقول كمهرجان برضو أن انت الناس دعا منكم تدخلوا الناس متخيلة أنه المهرجان هو الافتتاح والختام والجالة بتاعت كل يوم الريد كاربت بتاعت كل يوم والفساتين وبس رغم أنه أنت عندك جوة المهرجانات بيبقى فيه مساحات كبيرة قوي لفعاليات تانية آآ بتفرق كتير مع الجمهور العادي ومع صناع السنة أنه أنا أنا أعرف ناس كانوا بقدر ما متشددين بدأت أخدهم طب يا جماعة تعالوا آآ لا أفلام المهرجانات دي كلها أنكت آآ ومش عارف إيه وإس قصة الله بناظر فبقوله لا تعالى دا تعالى اتفرج على الأفلام المهرجانات اتفرج على كذا فبدأ يغير أفكاره تماما ده بجد دي واقع حقيقية مع حد أنا كنت مستخصرف إنه يبقى رايح في السكة دي في سكة التشدد والتطرف آآ آآ هو كان بادئ كشخص محافظ بقدر ما متدين جدا وده حاجة جميلة كويس آآ بس إنه لأ هو رايح في سكة التطرف بجد فدعالى لأ لحقته بإيه بعروض مهرجان القائرة السينمائي سيمة بالضبط فإيه ده إيه العالم ده إيه الناس دي إيه الأفكار دي بدأ يفكر بدأ يتفرج على سينما دلوقتي هو يعني هو اللي بيقول لي الأفلام الجديدة إيه ويقول لي تفرج على كذا عشان ده حلو قوي وأنا جبته ومش عارف من على إيه ونزلت من على إيه والفيلم ده فيه فيلم حلو قوي نازل في باريه شفت البرومو بتاعه هايل المهرجان بيبقى فيه جلسات منقشة وندوات على منقشة الفيلم مع صناعه ودي كان بتبقى مفيدة قوي 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 لما ومفتوحة للناس يعني اللي عاوز يحضر بيحضر لا لا ده غير كده أنت عندك ندوات كمان وورش وفيه إحنا عندنا كمان في مهرجان القائرة السينمائية فيه حاجة فيه مهرجان موازي للأسف طوال السنين اللي فاتوا كان مقفول على حدوطة معينة لذلك ده كانت قزمتنا مع إدارة المهرجان السابقة واللي هي بالنسبة حفظي أو الفريق بتاعه شطار جداً ونقلوا المهرجان نقلة كبيرة جداً بس من حق اختلف معه طبعاً والراجل بالنسبة كان محترم اختلافي معاه جداً بس هو كان جزء المهرجان الموازي ده اللي هو أيام القائرة لصناعة السينمة كان للأسف كان مقفول شوية فالسنة دي لا السنة دي مع حسين فهمي وأمير رامسيس الموضوع مختلف وفيه كلام كتير على إن إحنا بنفتح أبواب كتير للجمهور والصناعة إن هم يشاركوا في أيام القائرة لصناعة السينمة ده مهرجان بالفعل فعاليات مهرجان موازي حقيقي بتفاصيل كتير جداً كل يوم ندوات ولقاءات وموزعين ومنتجين من كل العالم بيكونوا عندك ومهتمين إن هم يشاركوا في مهرجان القائرة السينمية لشان كده طول الوقت أنا مركز على إن أقول إنه دورة 2014 في مهرجان القائرة السينمية كانت دورة نقلت المهرجان لمنطقة تانية الأستاذ سمير فريد لا يرحمه ده لي كان ناقد العظيم بحجم علاقاته في العالم كله هم قدر يعمل قدر كبير من الدعاية للمهرجان آآ رجعه وخلاه يطلع في سكة إنه قال لأ إحنا مهرجان دولي عالمي مهم ومؤثر ويفرق كتير قوي مع صناع السينما إن هم يبقوا موجودين في القاهرة يعني هقولك على حاجة بسيطة جدا أنت فيه فيز بيتدفع لعدد من الأفلام لشركات إنتاج لما يكون فيلم مهم قوي المهرجان بيدفع مبلغ معين آآ ممكن يوصل خمسمائة دولار ألف دولار ألفين دولار حسب الفيلم وحجمه وإنتاجه آآ علشان يتعرض في المهرجان مثلا عرضين أو تلات عروض أو غيرها في مهرجانات في المنطقة كانت بتدفع فيز أزياد بكتير ومع ذلك المنتج والموزع قوله لا أنا أخد خمسمائة دولار من القاهرة مش هاخد ألفين منك لكل الأسباب ده المهرجان الدولي الوحيد اللي موجود في المنطقة ده المهرجان الكبير أهميته جمهوره جمهوره أنت النهاردة عندك جمهور عندك متابعة عندك كم كبير جدا من وكلات الأنباء العربية والعالمية آآ صحافة بتتابع كويس جدا كم نقاد يعني مع احترام الشديد جدا لكل الكتاب والنقاد المهمين ومع أصدقاء أعزائي في المنطقة العربية أنت عندك أكبر كم نقاد موجود في مصر وأكبر كم نقاد في مهرجان بيبقى موجود في مهرجان القاهرة السينمائي سواء من مصر أو من الوطن العرب ده بيدي تقل طبعا طبعا هو في الآخر المنتج الفيلم عاوز الناس تكتب عنه صح فبالنسبة له فمهرجان القاهرة السينمائي مهم المناسبة الجونة مهرجان مهم ويفرق كتير جدا وكان خالق منافسة مع مهرجان القاهرة شديد وخلى المنافسة دي والصراع اللي هو جزء منه أصلا هم مرتبين مع بعض هم حاجات وكانوا بيرتبوا مع بعضا إنه احنا ناخد الفيلم الفلاني وانتو اخدوا الفيلم الفلاني وده كان بيحصل وكان فيه منافسة أخرى واخناقات في أفلام تاني عادي وصراع في أفلام تاني بس السراع اللي كان حاصل اللي كان فارق كتير جدا مع المهرجاني دي وخلى الجونة صعد بسرعة طبعا التنفسية دي تعمل كيف السنة دي رغم إنه المنافسة مش موجودة بس مهرجان القاهرة اللي فارق إنه إدارة جديدة فبتتنافس مع نفسها يعني حسين فاهمي رجل سنه الناس عاد تتكلم على السنه انا شعر انا بذلك اديله الصحة قبلنا زيه ده بالزط يعني طبعا الله يعني رجل نشاطه يعني هشوف احنا أصغر منه بقدقيه والرجل ما شاء الله نشاطه وقدنا مرتين رجل كان في فينيسيا بيحضر الأفلام وكان بلاف كان بيحضر الأفلام وبيتابع وبيعمل لقاءات وقع وبيرتب وبيزبط يعني نشاط غير عادي ومعام أمير رامسيس أمير رامسيس قبل ما يكون مخرج هو سينيفيلي شاطر سينيفيلي عاشق للسينما ومركز وامتابع وشايف أفلام كتير جدا وشايف مهرجانات تربيته في شركة يوسف شهين في يوسف شهين في لام مصر العالمية شركة منظمة قوي هي مدرسة الوحدة قوي اه فاللي هو في أي حد تخرج بالمدرسة دي هتلاقيه شاطر هتلاقيه منظم يعني شوف هشامس اليمان مثلا هشامس اليمان أحمد جابر في الصوت يوسف خلد يوسف بالطبع طبعا مؤسس المدرسة يوسف شهين جابي مريان خوري يوسري نصر الله جابي خوري صبري سماك المنتج الفاني صبري سماك طبعا اه يعني أنت عندك أي حد تخرج من المدرسة دي منظم جدا لأ ومجرسة يسار في نفس الوقت اه بظبط اه طبعا